بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالمسلم الذي يجاهد نفسه ويحفظ دينه أن يقع في الفتنة وأن يقع فيما يؤثر على دينه وعلى قلبه هو المسلم القوي الذي يسعى أن يثبته الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بالقول الثابت ويسعى أن يثبته الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالقول الثابت عملا لقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال أهل التفسير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أن يثبتهم بالحجة القوية وكلمة التوحيد وكذلك يثبتهم في الآخرة فعلى المسلم أن يتثبت لأمر دينه عند الفتن وأن يتثبت من الشهوات التي تهجم عليه ليل نهار فيحفظ قلبه ويحفظ خلقه ويحفظ دينه ويتثبت عند الشبهات التي قد تصيب معتقده ودينه فعلى المسلم إذا هجمت هذه الأمور من الفتن التي تعرض على القلوب أو على الأجساد أن يتثبت بالقول الثابت أن يتثبت بقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يتمسك بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الفتن قد تعرض كقطع الليل المظلم على الإنسان فعليه حينها أن لا ينخرط فيها وأن لا ينساق وراءها وعليه أن يتثبت فإن كان ولابد عليه أن يعتزل الفتنة وأهلها ففيما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ إليه قال الإمام النول في شرحه لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم كقطع الليل المظلم أي أن هذه الفتن كثير من يقع فيها من الناس وأن هذه الفتن كالليل الحالك لا ينجو منها إلا من كان على بصيرة من الله وقوله صلى الله عليه وسلم أن القاعد فيها خير من القائم دليل على أن المسلم عليه أن يبتعد عن أي موطن فيه فتنة وقوله صلى الله عليه وسلم من يستشرف لها تستشرفه أي من خاض فيها تأخذه إلى غمارها وقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ إليه أي من وجد مهربا من هذه الفتن فعليه أن يخرج نفسه من هذه الفتن وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثت الفتنة وكانت أمرا عاما فلابد للإنسان أن يعتز لها ففيما جاء في مسند الفردوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الفتنة فالزموا بيوتكم وكذلك حينما قال لصحابته الكرام أن هذه الأيام أيام صبر فإن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيها كالقابض على الجمر فهذه الأيام أيام فتن ومحن القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن لنا الأجر الذي ترتب على هذا الأمر فقال فمن صبر فيهن فله أجر خمسين رجلا ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أجر من يتمسك بدينه وعقيدته أن له أجر خمسين رجل من الصحابة حتى قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر خمسين منهم يا رسول الله قال بل أجر خمسين منكم هذا لأن المسلم عليه أن يسعى دائما لحفظ نفسه و لحفظ قلبه و لحفظ أسرته من الوقوع في الفتن كذلك على المسلم أن يحفظ نفسه عند فتنة البلاء فقد يعرض البلاء على الإنسان فيفتن الإنسان في دينه و نضرب مثلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه عندما توفي صلى الله عليه وسلم و كاد الناس يفتنون فجاء أبو بكر رضي الله عنه بثبات و قال طب تحيا و ميتا يا رسول الله و خرج على الناس و قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات و من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت و تلا قول الله سبحانه و تعالى و ما محمد إلا رسول قد قلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين فثبت الناس بعد ما كادوا أن يقعوا في الفتنة نسأل الله سبحانه و تعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و السلام عليكم و رحمة الله